بس عايز اقولها قبل ما اروح لفقرة صنعة في الاهلي النهاردة وانا بقولها من واحد لعب كورة قبل كده لاخوية الزغاية عايز يفهم الكلام اوكي مش عايز يفهمه عايزين تاخدوها في اطار ان هي مش عارف ايه والكلام اللي بيتسمع ده ما عنديش مشكلة ولكن عبدالرحمن مجدي النهاردة لعب النادي الاسماعيلي في مباراة الاهلي والاسماعيلي عمل حاجة ما عجبتنيش ما عجبتنيش انا شخصية عبدالرحمن من اللعيبة الكويسة جدا واللي انا شايف ان هو يعني مستقبله مع النادي الاسماعيلي هايل وواحد من الاعمدة الرئيسية في النادي الاسماعيلي مهما لو كنت كسبان عشرة او لو كنت مغلوب عشرة ما لكش دعوة بالولاد اللي وقفين برا بيجيبوا لك الكورة الولاد دول سواء في اسماعيلية او سواء تابع النادي الاسماعيلي او تابع النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تتكلم معاهم بهذه الطريقة والله العظيم تلاتة انا بقولها نصيحة وليس اكتر ما ينفعش تتكلم مع ده درس ما ينفعش تتكلم مع الولاد دول كده بالعكس الولاد دول بيشوفوا لعبة الكرة اللي قدامهم قد وليهم فما ينفعش مهما عمل الولد الولد غلطان والولد كذا والولد مدكش الكرة وكل ده ولكن ما يصحش ان انت تعمل كده عبد الرحمن انا اسف ان انا يعني ولكن انا عارف ان عبد الرحمن ممكن يتقبل مني هذا الكلام اطلع واعتذر لهذا الشاب وقول له في يوم من الايام هتبقى انت بتلعب وفيه لعب واقف او فيه ولد صغير واقف برة ما تعملش معاك كده ما يصحش اللي حصل النهاردة عبد الرحمن وجهة نظر ان انت لو طلعت اعتذرت ناس كتيرة جدا جدا حتى تقبل اعتذارك لانه الولاد الصغيرين دول بيشوفوا لعبة الكرة قدامهم قدوة كبيرة جدا جدا مهما كان بقى مش فارق مع التشيرتن اللي هو لابسه اذا كان اهلاوي بيحب ندل اهلي وكل حاجة ولكن هي دي ما ينفعش يا الطريقة دي ما تنفعش وهي الكابتن بنا بصراحة الولد غلطان او الشاب الصغير ده غلطان معاك ان هو غلطان ولكن ما ينفعش نعمل معاك ده ما ينفعش نشوت الكرة ناحيته والكلام ده كله عبد الرحمن من الناس المؤدبة والمحترمة اطلع اعتذر للولد وخلي بالك من انت ما ينفعش تعمل كده حتى في اسماعيلية ما ينفعش تعمل كده في اي حتة